موسيقى مرحبا بكم مشاهدين الكرام أعلنت سلطة الطاقة في قطاع غزة قطع كافة خطوط ومصادر الكهرباء بشكل مؤقت احتجاجا على ما أسمته بالإجراءات الظالمة ضد القطاع بعد نفاذ التمويل وعدم تمكنها من شراء الوقود من حصيلة الضرائب يذكر أن أهل غزة لا يحصلون إلا على أقل من ثمان ساعات يوميا من الكهرباء الأمر الذي يعقد الحياة لأكثر من 1.7 مليون إنسان وينذر بكارثة حقيقية في القطاع للاقتراب أكثر من حقيقة الأزمة وتداعياتها إلى غزة الآن ومراسلنا محمد وشاح محمدا محمد مرحبا بك وبضيوفك ألم بك زميلي سيد محمد المواضح في قطاع غزة أن الأمور تتحرج نحو التصعيد وزيادة وتفاقم الأزمة في قطاع غزة طبعا أنت أسلفت وقلت أن الكهرباء تأتي على القطاع أقل من ثمان ساعات لكن هذا سيكون بعد هذه الأزمة وراء ظهورنا سنتحدث عن ثلاث ساعات وأربع ساعات وصل فقط على مستوى اليوم أود أن أضعكم في صورة ما حصل اليوم الساعة السابعة مساء تم قطع الكهرباء على طول قطاع غزة حتى الساعة الحادي عشر بعد قليل وذلك احتجاجا على عدم موافقة السلطة الفلسطينية على رفع ضريبة البلو المفروضة على الوقود القادم إلى محطة التوليد طبعا نفذت المنحة القطرية ونحن نتحدث عن أن السلطة ترفض رفع ضريبة البلو وتقول أن هذا ناتج عن الأزمة المالية وبالتالي سلطة الطاقة هنا أو محطة التوليد لا تستطيع شراء هذا الوقود بالكمية بالثمن المفروض حاليا طبعا قطاع غزة الآن يعيش بشكل كامل بدون كهرباء غدا لا نعلم كيف سيكون الجدول حسب الأزمة الموجودة طبعا اليوم شهد القطاع كله فعاليات استنكارية لما يحصل ضد قطاع غزة من قطع الكهرباء وكان هناك في بعض الأماكن حرق لصور الرئيس محمود عباس إضافة إلى رئيس الوزراء الرامي الحمطة على كل معي ضيفي في هذا المكان الأستاذ هاب لغسين عضو الحراك الوطني لكسر الحصار عن قطاع غزة أستاذ هاب يعني نعيش في حصار منذ عشر سنوات ما الجديد في هذا الحصار؟ يعني حقيقة أخي محمد نتحدث عن خطة صهيونية جديدة بمصادقة أمريكية من الإدارة الأمريكية الجديدة وبالتنفيذ للأسف الشديد الفلسطيني ما يحدث الآن هو الخطوة الأكبر والأصعب في ظل حلقات الحصار المختلفة منذ أحد عشر عاما السياسة السابقة كانت أن تجعل الحد الأدنى أو والله عملية ما تسمى بالتنقيط للحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة ولكن الآن الخطة تنص على إغلاق كافة الأمور لا حقوق إنسانية ولا حقوق معيشية ولا حقوق تنقل كلها ستلغى خلال الفترة القادمة الأسابيع الماضية أو الأيام الماضية يعني ظهرت هذه الخطوات بقطع رواتب عشرات ألاف الموظفين الذين يتبعون لأعباس وحكومة رامل حمد الله في قطاع غزة وبعدها تم قطع مخصصات ومساعدات لأهالي الشهداء والأسرة التي هي حقهم والتي لا تأتي من جيوب السلطة واليوم نرى الحلقة الجديدة وهي قطع كامل للكهرباء عن قطاع غزة وهناك تهديد لوقف حتى ما يأتي لمساعدات طبية وأدوية على قطاع غزة ما نقوله هو هم يحاولون الحصول على أهداف سياسية التي لم يستطيعوا الحصول عليها خلال حروب كبيرة على قطاع غزة خلال السنوات الماضية خلال الحصار خلال السنوات الماضية يتوهمون ويهمون أنفسهم أن هذه الخطوة الجديدة لصعوبتها ولشدتها أن الشعب الفلسطيني سيرفع الرأي البيضاء سيتوقف عن المقاومة سيخضع للإملاءات والشروط الصهيونية ولكن نقول الشعب الفلسطيني أثبت صموده وأثبت أنه سيستمر في مقاومة هذا المحتل ما نريده حقوقنا الإنسانية هذا الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لو أخذ سيادته والمقاومات الأساسية لا يحتاج الاعتماد على أحد ولكن يتم التضييق عليه إغلاق كامل المعابر تدمير البناء التحتية من قبل الاحتلال الصهيوني والآن خطوة جديدة حتى لا يريدونه أن يتنفس فلذلك نحن حقيقة في هذا اليوم ومع بدء فعاليات احتجاجية من قبل الشعب الفلسطيني ومن خلفه هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار ندعو الجميع وعلى رأسهم حركة فتح في قطاع غزة وحركة حماس والفصائل الفلسطينية كافة وكافة الهيئات والحملات الشعبية للتحرك وأيضا ندعو لشعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية وأيضا فلسطيني الشتات هذا أولا لأن يتحركوا بكل ما يستطيعون بكلماتهم باحتجاجاتهم باعتصاماتهم أمام السفارات الفلسطينية بكل في مكانه يستطيع أن يحرك وأن يوقف هذه المجزرة في حق شعبنا الفلسطيني والموت البطيء ودعوتنا الثانية هي للأمة العربية والإسلامية نقول لهم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يقف بالنيابة عنكم لتحرير الأقصى وأمام هذا المحتال فلذلك أقل ما تقوم به هو أن تقفوا خلفه أن تعطوهم مقويمات الصمود أمام هذا المحتال ونحن نعلم ونتفهم ما يحدث في بعض الدول العربية والإسلامية من صعوبات ولكن البوصلة الحقيقية والرئيسية لابد أن تكون مواجهة للقدس والأقصى فلذلك لا تشغلكم من شغالتكم التي نقدرها وندو الله سبحانه وتعالى أن يكون معكم ولكن هنا البوصلة الحقيقية إذا سقطت غزة لا قدر الله ولن تسقط بإذن الله ستتراجع كل الأمة العربية والإسلامية وسيقوم الاحتلال بفرض مقططاته أستاذ يهب ما الذي دع السلطة الفلسطينية؟ هناك أسباب لدى السلطة تقول لك أن لديهم أزمة مالية وبالتالي لا يستطيعون رفع ضريبة البلو هذه شغلة الأمر الآخر نتحدث أن هذه إجراءات أنتم في هيئة الحراك ترونها أنها متعمدة هل منطقي أن الرئيس محمود عباس يريد أن يخنق سكان قطاع غزة الذي هو رئيس لكل الفلسطيني؟ حقيقة الأمر بات واضحاً لكل متابع للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني كله من صغيره إلى كبيره نسائه ورجاله وكبراته يعلمون حقيقة هذا الأمر أن للأسف عباس الذي للأسف يسمى رئيساً للشعب الفلسطيني هو حقيقة يقوم بخدمة وتنفيذ أجندات الاحتلال الصهيوني هو يقوم بالتنسيق الأمني هو يقوم بمحاربة المقاومة والآن يعلمون أن المعضلة الأكبر أمام هذا المحتل هو غزة ومن فيها من شعب فلسطيني يقوم لاحتلال فلذلك هو يحاول بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب أن يخضع الشعب الفلسطيني وكل المبررات التي يتم إصدارها من أزمة مالية وغيرها هي حقيقة غير صحيحة وغير دقيقة ولا وجود لها على أرض الواقع بالعكس أنت تعلم أنه والجميع من يتابع الأمور الاقتصادية حكومة رامل حمد الله في الضفة الغربية التي تتبع عباس تحصل من قطاع غزة شهرياً من الواردات من الضرائب مئات الملايين من الدولارات هذه مئات الملايين لا يصرف منها إلا الفتاة على قطاع غزة والبقي يذهب إلى خزينة السلطة إنسانياً كيف سيؤثر قطع الكهرباء على سكان القطاع خاصة ونحن نتحدث أن الأمور قد تصل إلى ساعات وصل أربع ساعات أو ثلاث ساعات يعني أنت تعلم أن الاعتماد لأي شعب في العالم وليأي مواطنين هي على الكهرباء في بعض الدول نعلم أن هناك أزمة كهرباء ولكن في قطاع غزة لا بدائل في دول أخرى هناك بدائل الداخلية المحلية وغيرها عنها لا يوجد بدائل لأننا نحن ممنوعون من كل شيء فلذلك هي ستؤثر في كل النواهي حتى المستشفيات الآن تتهدد وتحذر من توقف أدنى مقاومات العمل للمرضى فلذلك مرة أخرى هي نعم الكهرباء أزمة كبيرة وليست بسيطة ولكن هناك أزمات متتابعة ومتلاعقة تتوقعون في لجنة الحراك الوطني أن هناك غير أزمة الكهرباء هناك أزمات قادمة للأسف الشديد هذا ما نرى واقعاً بخطوات متتابعة ومتسارعة يعني ما رأيناه خلال الأسبوعين الماضيين والآن أزمة كهرباء وتهديد ومتوقع كما سمعنا بأزمة أدوية وغيرها حتى وقود المستشفيات سيتم إيقافه وإغلاق الآن كامل للمعابر فحقيقة نقول لابد أن يتحرك الجميع أحرار العالم المؤسسات الدولية التي تنادي بشعارات حقوق الإنسان أين هي حقوق الإنسان؟ يعني لا يوجد حق للتحرك لا يوجد حق للعيش لا يوجد حق الأدنى حتى لمقاومة المحتلفة في سؤالي ما قبل الأخير هل نشدتم مثلاً معروفاً قطر قدمت منحة لقطاع غزة هذه المنحة انتهت هل نشدتم قطر مرة أخرى كحراك وطني كفصائل كمجتمع محلي يعني حقيقة نحن كحراك وطني وأيضاً كل المبادرات الشعبية الأخرى وأيضاً الفصائل الفلسطينية تقوم بدورها طبعاً نحن نؤكد شكراً لدولة قطر التي حقيقة هي أكثر الداعمين والمساندين لشعبنا الفلسطيني والتي لم تتوقف للحظة يعني الوقود الذي كان يأتي والكهرباء التي كانت تأتي قبل الفترة هي من المنحة التي جاءت عن طريقة دول القطر وللأسف الشديد التي كان يستفيد منها مالياً أكثر هي حكومة رامل حمد الله تتخيل أنهم يبيعون شعبهم الفلسطيني الوقود بثلاثة أضعاف سعره الحقيقي يعني هم يريدون الاستفادة من خلف شعب الفلسطيني في قطاع غزة لذلك نحن أيضاً نناشد دولة قطر ونناشد كل الدول العربية والإسلامية لأن يقوموا بدورهم مع شكرنا الشديد لقطر والكبير لقطر لأنها دائماً وقفت مع الشعب الفلسطيني ولكن نقول هذه المرة المؤامرة كبيرة جداً جداً وعلى الجميع أن يتحرك من ناحية إنسانية من ناحية وطنية من ناحية قومية عربية ومن ناحية حقوق إنسان سؤال الأخير أستاذ ذهب وأنت عضو هيئة الحراك الوطني الكسر الحصار ما هي خطواتكم على الصعيد المحلي وصعيد الدولة بالنسبة لنا أولاً محلياً خطواتنا متواصلة بفعاليات شعبية اعتصامات نداءات وهناك أيضاً يوم 22 إبريل من هذا الشهر بعد أسبوع يعني في اليوم العالمي لكسر الحصار عن غزة أيضاً مؤتمر كبير وستستمر هذه الفعاليات حتى نصل أيضاً للحدود بيننا وبين الاحتلال الصهيوني ونكسر هذه الحدود لأنه في النهاية نعلم أن كل هذه المحاولات هي لوقفنا عن مقاومة المحتل ونحن سنتحدى هذه المؤامر بأن نقول ذاهبون لتحرير أراضينا ذاهبون لمقاومة المحتل وأيضاً خطوات موازية لهذه الحراكات المحلية هي نداءات خارجية كما قلنا أولاً لشعبنا الفلسطيني في الشتات هذا الشعب الذي يتابع ويتألم نريده أن يتحرك نريده أن يكون معنا موحداً وأيضاً لأمتنا العربية والإسلامية والأحرار العالم أشكرك جزيلاً الأستاذ دهاب غسين عضو هيئة الحراك الوطن للكسل الحصان عن قطاع غزة إذن كما أسلفنا الوضع في قطاع غزة سيء ويزداد سوء بالتأكيد نحن أمام خطوات صعبة على أكثر من منحنة لكن أو منحة أود التحدث أن أزمة رواتب الموظفين أضرت اقتصادياً بقطاع غزة خصم 30% من رواتب موظفية السلطة الفلسطينية الذين هم أكثر نسبة موجودة في قطاع غزة من نسبة الموظفين أضرت اقتصادياً على مستوى القطاع إضافة إلى ذلك تبعها أزمة الكهرباء وكما تشاهدون غزة اليوم بلا كهرباء وغداً وبعد غد ستكون جداول قاسية على المواطنين بحيث سيكون ثلاث ساعات على الأقل أو أربع ساعات وصل على طول اليوم هذا كما تقول اللجان أو لازمة هيئة كسر الحصار لن يقف عند هذا الحد سيستمر لأكثر من ذلك على كل واقع غزة هو ذاته ويتجدد الألم مرة أخرى ونأمل أن يكون هناك انهاء للتجادبات السياسية التي هي بالتأكيد سبب رئيسي في مشكلة الحصار وزيادة الأزمات على قطاع غزة شكراً جزيلاً لك مراسل الجزيرة مباشر محمد وشاح من غزة ولضيفك الكريم الألم غزة إذا تستغيث فمن يسمع مشاهدين الكرام المسائية مستمرة ونتابع خروج أولى الدفعاء الدفعات من المدنيين والمقاتلين تنفيذاً لاتفاق المدن الأربع